جوينتس قلنا انه الجوينتس ما لهم الجوينتس برضه لهم اربع انواع مختلفة من التصنيفات وقلنا انه كمان دكتور عفوا بس بدي اذكرك تشغل تسجيل المحاضرة احياكم الله شكرا لك للتذكير شكرا لك اهلا وسهلا معين احنا هذا التسجيل ما احنا مشهولة من علقه على الاي ليرننج لكن ومع ذلك اذا حدر حاب يرجع له خليه يكون موجود تكرم خليني بس اشاغله طيب كنا في المحاضرة الماضية حكينا انه اللينك كيف تتصنف واللينك شكلها مش مهم والى اخره وبرضه حكينا شوية عن الجونتس وحكينا في عنا اربع تصنيفات مهمة وقلنا انه يمكن اهم اشي فيها كلها بالنسبة لتصنيفات الجوينتس بالاضافة الى الجوينت اهم اشي هو ايه اش اللي تحسو بالدقريز وفريدوم وقلنا انه حرفنا الدقريز وفريدوم وقلنا انه انه اللينك في التو دي كم دقريز وفريدوم قلنا حكينا انه اللينك في التو دي لها ثلاثة دقريز وفريدوم ولما جينا على الجوينتس شان نحسب الدقريز وفريدوم تبحى كيف نحسب الدقريز وفريدوم قلنا بنعزلها هي واللينك اللي اللي بتربطهم وبنثبت واحدة وبنشوف الباقين او اللينك الاخرى شو انواع الحركة اللي مسموح فيها تمام? وبرضو حكينا شفنا كيف انه انه مش مهم وين بكون مربوط الميكانزم لسه معنا ما حكيناش عن الدقريز وفريدوم الميكانزم قلنا انه همشي في الجوينت اني اعزل فقط اللينكس اللي بتربطهم فقط لا غير تمام? بالنسبة للكاينماتيك تشين اللي هما اللوبس بمعنى اخر هذول راح يكون لهم لقاء تفصيلي اول ما ندخل على البوزشن لكن هو عبارة عن ببساطة شديدة جدا هي عبارة عن الاجزاء اللي انا بقدر اقسم الها الميكانزم بحيث اني اغطي كل اللينكس بكل واحدة منهم كما نتبع شو بعدين فيكتور يصف حركة هذه اللينك ورحيني جيهم بطريقة مستفيضة ان شاء الله ونحكي فيها تمام? طيب الان يا شباب احنا الآن ثمان دقائق بعد المحاضرة اللي دخلوا متأخرين يعني انا بعد الثمان دقائق بعد هيك ما رح ادخل حدا فتكون موجود عندي من المحاضرة يعني احنا على العشرة او دقيقتين بلشنا المحاضرة والشباب بسألوا دكتور احنا جاهزين يعني ليش متأخرين فانت جاني الان هاي الساعة ثماني وثمان دقائق بعد العجرة فاذا سمحتوا تيجوني على الوقت نيجي لشغلة اخرى احنا كنا حكينا عن ديجريز فريدنا للميكانزم، كنا حكينا عن ديجريز، عفوا ديجريز فريدنا للينكحكينا عن ديجريز فريدنا هو مكون من إيش مكون من لينكس وبالتالي تبعه لكل لينك ثلاثة صح ولا لا فإذا ميكانيزم مثلا مكون من تو لينكس فبتكون عندي كم ديجريز وفريدم مبتسأ بدي أضرب معناته في عدد لينكس صح ولا لا وبالتالي هي عبارة عن ثلاثة في عدد لينكس لكن إحنا نعرف أنه وهي لينك ما لها ما بتتحرك صح ولا لا وإنما بتتحرك إيش كم ديجري وفريدم بيروحوا روحنا بيروحنا ثلاثة يعني بدنا نشطب لينك من الموضوع اللي هي ثلاثة ديجريز وفريدم فالديجريز وفريدم من الميكانيزم هي ثلاثة في عدد لينك ماينس وان تمام الآن عسب المثال الآن نكمل معنا وبالتالي لو كان في عندي أنا هون في عندي لينك وفي عندي لينك أخرى مش مربوطين وهذا لينكس و هذا الواي الآن هذا كم ديجري وفريدم لهم إذا بتطبق المعادلة بما أنه عندي جسمين مزبوط هذا واحد وهذا اثنين بما أنه عندي جسمين بده يصير عندي اثنين لو ما كانش عندي جرام معتها هاي الواحد مش موجودة صح ولا لا لو ما فيش عندي جرام وبالتالي بصير عندي ثلاثة في اثنين ستة ديجريز وفريدم إنه هذا بتحرك على الاكس وتحرك على الواي وبدور في ثيتا وهذا بتحرك على الاكس وبتحرك على الواي وبدور في ثيتا وبالتالي كم ديجري وفريدم بصير عندي؟ ستة لو أجيت أنا على سبيل المثال وقلت واحدة من هذول هي عبارة عن فكم ديجري وفريدم بصير عندي؟ ثلاثة كم ديجري وفريدم بصير؟ هذول هذول الثلاثة ديجريز وفريدم تشطبوا لأنه جرام بدي يظل مكانهم فبيصير عندي ثلاثة في اثنين ناقص واحد واحد ثلاثة في اثنين ثلاثة فبضل عندي ثلاثة ديجريز وفريدم صح ولا لا إذا دخلت الجرام في الموضوع مزبوط؟ تمام؟ دكتور سؤال ممكن بالله؟ اه ايه هسا لما يكون فيه ground ما بحسبهم من ضمن links؟ بحسبهم من ضمن links لكن لما بطبق المعادلة بيكون عندي ناقص واحد عشان تأخذ حركة ground من الثلاثة طب تمام هون لما يكون عندي ground مثلا لازم أقول انه ثريي links مينس واحد صح؟ اه لا يعني هسا مثلا هذا السيستم موجود عندي بيش فيه ground فلا بدي عدد المنكس المنكس كم عددهم؟ ثلاثة اثنين؟ وين الثالث؟ انت بتقول اذا فيه ground اه وهذا link ثبت مع ground وبالتالي هو نفسه صار ground يعني link هو انا ثبتته مع ground كنت بس انه اضفت ground انت وبعدهم بتحركوا الاثنين بس لا مش بس كيف بدك يعني اذا اضفت ground بمعنى انه انا قصدي اضفت ground بما قصدي انه اللينك الاولى انا ربطتها مع ground فكانني اضفت ground ماشي؟ فاصبحت هالي link الاولى ground وين ground برضو ground صحيح صحيح فهمهم احد فعدد اللينكس اثنين فلما بتطبق اثنين ناقص واحد 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 في ثلاث ثري ديجريز وفريدم اللي هما اللينك الاخرى الثاني بتتحرك على الاكس وبتتحرك على الواي وبتدور في ثيتا وبالتالي في عنده ثلاث ديجريز وفريدم تمام؟ طيب لو اجيت انا على هذا system نفسه وربطتهم وبجونت صار عندك بس انا مفهوم كيف طلعنا 6 ديجريز وفريدم الاولى اوكي الان الان لو كان عندي انا system بمثل هذه الصورة system مفهوش ground هذا system ما فيه ground ماشي؟ كم لنك عندي واحدة؟ ثنتين مزبوط ولا لا؟ فالآن بده اطبق المعادلة المعادلة شو بتحكي؟ بيساوي ثلاثة في عدد الليكس الان ماينس ون احنا قلنا هاي الماينس ون بتعبر على ground بس انا ما في عندي هون ground فهي بصير ماينس زيرو ما في عندي ground مش قلنا هاي القرام؟ مزبوط ولا لا؟ تماما وبالتالي بصير ثلاثة في لتوليكس ماينس زيرو لانه ما في عندي ground فالتالي تطلع عندي سكس ديجريز وفريدم بينما لما بيكون فيها ground مثل هاي الموجودة عندي هوا بدي يصير عندي ديجريز وفريدم بتتساوي ثلاثة في ال ماينس ون لانه في عندي ground وتالي ما بتطبقها ثلاثة في 2-1 تطلع عندي ثري ديجريز وفريدم تمام؟ يعني في السيستم عندي ground واحنا كل الميكانزمات رحين نحكي عنها فيها ground في حالات خاصة ما مكونش عندي ground زي ما حكينا هذي في عندك لاندين جير سيستم او طيارة وان شاء الله زي معينة او بتحكي عن ساتلايتها قصة ثانية لكن احنا دايما وابدا في عندنا ground عشانك اضفنا ماينس ون وخليناها ثابتة جزء منه تمام؟ طيب نيجي للسيستم هذا اللي موجود عندي هوا طيب خليني اقبل زملاككم كمان مرة ضيار لو سمحت مرة جاي تجينا بدري على بيتها المحاضرة لو سمحت نيجي الان للسيستم الموجود عندي هون لو هذول التو لينكس الموجودين عندي هون رح ترابطهم انا بجونت هذي عبارة عن مربوطة مع ground وهذي مربوطة مع مين؟ مع جونت كم عدد اللينكس؟ واحد اثنين كم عدد الجونت؟ واحد كم عدد ديغريز وفريدم؟ كم عدد ديغريز وفريدم؟ ثلاثة هل هذي ممكن تتحرك على الاكس؟ كله في الميكانزم يعني شو عنده حركات الميكانزم؟ الميكانزم هذا لا يمكن يتحرك على الاكس لانه هي مربوطة مع ground والميكانزم كله لا يمكن يتحرك على الواي في عندي لينك بالدور بمقدار كام ثيتا وبالتالي هذا وان ديغري وفريدم صح ولا لا؟ طيب الان مدام انه وان ديغري وفريدم يعني شو اللي كله غيرته من السيستم من هون؟ لان خفضت من ثلاثة ديغري وفريدم خفضت لان ديغري وفريدم فانا شو اللي عملته حتى خفضت تو ديغريز وفريدم؟ اضفت فل جونت صح ولا لا؟ صحيح معناته كل فل جونت بتسحب كم ديغري وفريدم من السيستم؟ اثنين دكتا اثنين معناته الان المعادلة اللي موجودة عندي هون بدي احكيله منص اثنين فى جي ون كل واحدة من الفل جونت بتسحب ديغري وفريدم ماشي؟ والهاف جونت بتسحب كم ديغري وفريدم؟ واحدة توصية؟ واحدة وبالتالي بدوصير عندي ايش لانه هذيك صحبة اثنين هذي بتصحب تصحب تصحب حركتين وتتصحب فقط واحدة فبصير عندي ايش فالمعادلة اللي انا بستخدم ما في حساب اللي منسميها ومنرات منسميها هذه المعادلة الموجودة عندي بعد عدد وعد عدد وبعد عدد وبعد عدد وبعدين بطبق المعادلة اللي موجودة عندي تمام متفقين على هذا الاساس نجي نطبق عليهم لو اندي نطبق على هذه الموجودة عندي هون ديجريز وفريدا تتساوي ثلاثة في ال ماينس وان وهذه الوان نحن حكينا هي بتمثل في السيستم ماينس تو في جي وان ماينس جي تو هذه اذا بدي على هذه هذي كم الموجودة عندي عندي تو لينكس مضبوطة ولا لا واحد اثنين كم الجراون الجراون زيرو كم الجوينس جي تو ايكوال زيرو كم الجي وان ايكوال زيرو وبتالي لما بتطبق تطلع عندي ثلاثة في ايش اثنين ناقص زيرو ناقص زيرو ناقص زيرو هل تطلع معي كام ستة ستة دقريز تمام هاي اول حالة كنا حكينا عنها صح ولا لا نيجي للي تحتها كم عدد اللينكس اا دكتور ناقص سيدي بس ليش 2 ناقص صفر ما هو واحد محططي المعادلة بالمعادلة قلنا واحد والواحد هاي شو بتمثل جراون بس انا ما عندي جراون هون فحطي التزيير نoop نيجي على الحال الثاني اللينكس عليت هم كام 2 الجونس عليهم كام عفوا جراون فيش عندي جراون جراون ما في عندي جراون بس نيجي على الجونس عندي الجي أني بتساوي 2 والهاف جونس كام انتفقنا ان هالريبيليوت عبارة عن وبالتالي عددهم زيرو فلما بطبق المعادلة شو بطلع عندي ثلاثة في اثنين عفوا في ناقص زيرو ماينس اثنين في واحد ماينس زيرو هذي تطلع معي كم دقري وفريدن أربعة دكتور هذي كم دقري وفريدن لا يا جماعة أربعة عفوا صح كلامك صح ممكن يكون فيه سيستم يعني بدون ممكن ممكن اذا بتعمل انت مثلا على لاندين جير مربوط مع الطيارة ما هي الطيارة بتتحرك يعني مثلا لو اعتبر انه هذه هي الطيارة وتتحرك في تو دي عزا بالمثال فهذه ممكن تتحرك على الاكس وتتحرك على الواي وتو ايش والدور ثيتا وبالاضافة الى هاي هذي برضو ممكن تدور ايش ثيتا بالنسبة للأولى الأولى يعني ثيتا تولى وبالتالي كم دقري وفريدن بدون صاروا أربعة مصبوط واللي لما بيكون السيستم ما فيهوش جراوند بتسميه ان و لما بيكون في جراوند بتسميه احنا بالنسبة انه يعني اه معظم او كل الاحيار رايي تعامل مع الان كوسترين سيستمز الان كوسترين سيستمز بعقد الامور شوي بتضيف كمان ثلاث دي جريز وفريدن واذا كانت كمان في الثري دي مثل الطيارة بتضيف ست دي جريز وفريدن تمام؟ تمام دكتور نيجي لهاي نيجي لهاي نيجي لهاي عندي هون هادي كم عدد الليكس هادي عبارة عن القلم اللي كنت حطيته على جسم آخر بس مش الطاولة لانه هذا مش مثبت العدد الاجسام اثنين كم عدد في في لا 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 زير 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 والتال احنا ما حكينا انه هذا مش مش بيش الطاولة بيش بتثبت جي ود كم زير زير ما حكي جوينس والهاف جوينس حدثهم كم واحد واحد وبالتالي هذا كم دي جري وفريدن خمسة خمسة اكزاكلي وين هم اللينك الاولى بتتحرك على بتتحرك على وبتدور هاي اللينك الاولى صح ولا لا واللينك الثاني مستحيل تتحرك على الواي هادي رح تتحرك فقط على ودور ثيتا وبالتالي بصير عندي تمام طيب لو جينا عن الميكانيزم الموجود عندي هون كم عدد اللينكس نعدهم مع بعض دكتور نعدهم مع بعض موجودات دكتور هي بس ثمانية موجودات لكن خلينا نعدهم مع بعض لا ضير في ذلك هاي عندي واحد صحيح؟ وهذه عندي اثنين وعندي هذه ثلاثة وعندي هذه اربعة وعندي واحد وعندي هذه خمسة وعندي هذه ستة وعندي هذه سبعة وعندي السلايدر اللي الصغير هون كان ثمانية تمام؟ دكتور شوية في تايم ديلي لما تكتب بيتأخر عندنا طايم المصلة في الآن؟ اه هو قاعدة توصل لسه تدريجية بس انه حباتك خبرك هو شكل الانترنت نفسه بكون عليها ضغط الصباح او انه اذا الاغلبية طف المايك خلينا نجرب إلا إذا بدك تحكي أحكي وأفتح المايك طيب لو أجينا الآن بدنا نحكي عن إيش الجوينتز في عندي أنا هون عندي الجوينتز واحد عندي اثنين عندي ثلاث ثلاث واربعة هون كان هون في المنطقة هاي عندي أربعة وخمسة لأنه جوينت أوردر كام ثلين اثنين اثنين طيب وعندي هون ستة وعندي هون سبعة وعندي هون ثمانية وعندي هون الريفليوت تسعة وعندي السلايدين كام عشرة معنى كام عشرة وثمانية فلما بتطبق ثلاثة في أل ماينس ون اللي هي ثمانية ناقص واحد ناقص اثنين في عشرة ناقص زيرو هل تطلع معك واحد عشرين ناقص عشرين وانتقري وفريدو تبا حركة دكتور عندي سؤال نسأل هسا حسبنا لينك طبعا صح صح طب ليش دخلناها في حساب انه لينك ثمانية ليش ما حكينا سبعة ناقص واحد ليش ثمانية ناقص واحد ما هو اذا بدك تشيل لينك طرحناها طرحناها لانه صبرا هسا لينك تشيل لابنقول ما تغطنيش اي حركة صاروا سبعة صح ورجع اطرح وبعدين ترجع تطرح منها كمان مرة واحد من تشيل تليجراون يا بتقول انا عندي سبعة من غير تليجراون يا بتقول انا عندي ثمانية واحدة منهم تليجراون بدي اطرح آآ سمت سمت تمام تمام دكتور دكتور سؤال اذا فضل اه شو الفرق بين جي واحد و جي اتنين بالمعادلة هالي فول جونت وهالي هاف جونت هالي الفول جونت اتحضرت المحاضرة الماضية احضرتها حضرنا لما قلنا حصنا ديجريز و فريدم للجونت في منهم كانت ديجريز و فريدم ومنهم كانت وان ديجري و فريدم وقلنا اللي هي بتكون وان ديجري و فريدم تبعت الجونت وان ديجري و فريدم سميناها فول جونت واللي كانت ديجري و فريدم تبعتها اثنين سميناها هاف جونت وميزنا بناتهم بين ايش مثلث ومربع فالجي ون الجي ون هي عبارة عن إيش والجيتو عبارة عن إيش يعني هذي إلها وهذه الجونت إلها هذا حكينا المرة الماضية تمام؟ تمام دكتور طيب هون الكنتاكت بين السلايدر والجراون هون اعتبرته فول جوينت مش هاف السلايدر بمشي على الجراونت فول ولا هاف جونت شو رأيك إده؟ شايف أن يمشي يعني ببعد واحد لا يقدر يطلع لفوق ومشروف اليوت وبالتالي إلها مع أنت سلايدنغ صح الجونت صح ولا لا؟ آآ مع أنت فول جونت آآ 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 تمام؟ آآ آآ دكتور بدي أعرف شو هي الدكري افريدن كيف؟ قصد لو بدي أعرف شو هي مثلا ثيتا ولا إكس ولا واي بدك تطلع على السيستم بدك تشوف السيستم الموجود عندك اه قصدك انت بالنسبة للميكانزم كاملا ايو اوكي ذهب سؤالك ذهب الان هذا يعني انه بما معنى انه الميكانزم كله لما تجمع اللينكس وتجمع الجونس مسموح له بحركة واحدة وهي بتسوق حركة بقية الاشساء الان انه واحدة فيهم الخيار اليك الان بقدر اجي افترض انه هذه هي الانبوت هذا هو مصدر الحركة واحسب الباقيين كلهم او اذا بدك احسب هون والباقيين كلهم لكن بغض النظر يعني الخيار اليك او اني اجي مثلا اصابي المثال احب اكتشويتر على السلايدر واقول انه بقيت الحركات كلهم بدي احسبهم هذا ما اتعلمه بعدين كيف نحسبهم لكن الفكرة تقوم على الاتي انه الانبوت واحد يعني بقدر احط موتور واحد فقط لاغر منتفقين عليها شو معنا الفكرة ترعاتها يعني اع سبيل المثال لو كان عندي انا فور بار ميكانيزم فور بار ميكانيزم وبدي احسب له الديقريز وفريدم تابعه كم الديقريز وفريدم تابعه انعد اثنين ثلاث اربعة انعد واحد مربع اثنين ثلاث اربعة الآن عدد زيرو وبالتالي بنصير عندي ال بتساوي اربعة والجي ود بتساوي اربعة والجي تو بتساوي ك زيرو والجراوند في عندي في السيستم او بتساوي واحد وبالتالي دايما نحن في كل السيستم بنخلها بتساوي واحد عشانك من تتغلب بشي هي ننش نحسبها الديقريز وفريدم بتساوي ثلاث في اربعة ناقص واحد ناقص اثنين في اربعة ناقص زيرو وهذا تطلع معي ك واحد معناته هذا السيستم الموجود عندي هون كم موتور بقدر اربط عليه بس واحد الان وقلنا مصدر الحركة واحد الان احطه هون عند هذه الجوينت وخليها تحرك مسير لو يجي واحد قام تربطه عند هذه الجوينت بحيث انه العجل يكون بيحرك كاي والقاعد يمثبت على الان بسير ما في عندي مشكلة مش مهم وين مصدر الحركة بس هلش تكون عارف وين هو مصدر الحركة في الاناليسس تبعك عشان لما بعرف مصدر الحركة تبعي انه مثلا باجي بحكي انه والله هاي اللي هون موجودة عندي اوميجا بالدور فلازم تكون قادر انك تحسب مدامنا وحدة وتحددت لازم تكون قادر تحسب يعني اوميجا 2 كانت معروفة برعاته اوميجا 3 لازم تجد تحسبها واميجا 4 لازم تجد تحسبها اذا عطيتك الثيتا 2 لازم تكون حاس تقدر تحسب الثيتا 3 وتقدر تحسب الثيتا 4 اذا عطيتك الآفة 2 لازم تجد تحسب الآفة 3 والالفة 4 المقصود في الدقريز من الميكانيزم هي عبارة عن عدد ايش هي عبارة عن عدد الموتورز او الاتشويترز اللي انا بقدر بحطهم في السيستم لو يجي واحد قال انا جاي على بالي والله يحط متورين هذا متور وهذا المتور الثاني سواء بسرعة مختلفة او باتجاه معاكس عشان بوضحها اكثر شو بصير في هذا الميكانيزم يجي الكابلر بقول لك انا والله ما قدامي حل غير اكسم حالي قسمين بد مزع نص يروحون نص روحون صح ولا لا فبصير عندي فيلير في الميكانيزم فمعناته دائما تلتزل بعدد الانبوتز بعدد ايش بعدد الدجريز تمام تمام خيب هون كم عدد الجوينتز كم عدد اللينكز اربعة لاحظ انه هذا الميكانيزم مرسوب هون في مرحلة وفي هون في مرحلة اخرى لما رفعه احنا ناخد ايش ناخد وبوزشن واحد نطلع عليه هو طبعا مفترض ان هالمشين ما بتتحرك وبالتالي لانه هذا بقدر يحفر هذا الاكسكافيتر اسمه بقدر يحفر لقداب وبقدر يدور على الجنب وبالتالي كل المشين هذي مع هي عبارة عن وبعدين فبالتالي هذي واحد ماشي وبعدين في عندي كل ابعدين في عندي هون البوم اثنين وفي عندي استيك ثلاث وفي عندي الباكت اربعة وفي عندي الليفر خمسة وفي عندي هون ستة وفي عندي الان نرجع كل واحدة من هذول الاكتشويترز كم بادي فيها نعم بس انه شوية شوية لانه في شوية اخير شوي يعني في شوية ديلي اه في شوية ديلي طيب على العموم خليني اشيل الترقيم تبعي وهي الترقيم موجود عندك صح ولا لا للبادي موجود اه موجود اوكي وبالتالي في عندي زي ما اتفقنا الجرام اللي هي ماشين واحد عفوا هذي واحد باللون الاحمر اللي باللون الاحمر وبعدين نبلش الاكتشويتر هذة فيه تو بادي فصار اثنين وثلاث فارقام اثنين وثلاث اللي عندك على الشاشة هم الاكتشويتر الاول وبعدين البوم اربعة والاكتشويتر اللي فول خمسة ستة والستيك سبعة والاكتشويتر الآخر ثمانية تسعة والليبر عشرة واللينك اهدعش والباكت اثناش معناته كم عدد البادي اثناش اثناش البي الجويت اللي باللون الازرق في عندي هون جويت وبالتالي في عندي هون جويت وفي عندي هون جويت والسلايدر هذا اللي بستر جوه في الداخل تعمل سلايدنك في عندي هون برضو جويت وفي عندي هون جويت بس سلايدنك هذه حتى الحطيتها دائرة وهون في عندي جويت وهون في عندي جويت وهون برضو سلايدنك في الداخل في عندي جويت وهون برضو في عندي جويت وهون في عندي جويت وهون في عندي جويت سبعة وهون ثمانية في عندي جويت وتسعة في عندي جويت وعشرة في عندي جويت و 11 و 12 في هاي المنطقة في عندي ايش لانه في عندي ثلاثة لينكس هذي واحدة هذي واحدة هذي واحدة وبالتالي كم جويت عندي كم واحد هنا عدينا خمسة عشر خمسة عشر اذا بتعدي بل رحطنا نعم بالازرق لونه خمسة عشر وبالتالي عفو انا رحطيت مكان اخر طيب الان فبالتالي في عندي خمسة عشر جويت موجودة اذا بنعدهم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش اتناش والسلايدر في الوسط 14 15 تمام الان وبالتالي كم عدد الهاف جويت ما في عندي فاذا بطبق المعادلة كم ديقري وفريدا هي ثلاث على عدد الاكتشويتر على عدد الاكتشويتر سبقتني قبل ما سلك سالتني او وضحت لي فلاحظ انه انا في عندي ثلاثة اكتشويتر معنى تتلقى اي الميكانيزم لانه يعني احنا حكينا بحط عدد موتورز او اكتشويترز بعدد الديقري وفريدا معنى هذا الميكانيزم بالاصل كان كم كم ديقري وفريدا ثلاثة ديقري وفريدا واتفقين كيف نحسب ديقري وفريدا هون بتركلك اياه انت بتحسبهم ديقري وفريدا هذا عبارة عن ايش هذا الميكانيزم عبارة عن ايش فور بار فور بار الفور بار ميكانيزم كم ديقري وفريدا واحدة واحدة وبالتالي مناطق كم الحركة تبتكون بس القطعي ديفوق بس وكون ون موتور فيه هذا عبارة عن جرامد واحد اثنين ثلاث اربعة واحد اثنين جوينس ثلاثة جوينس اربعة جوينس لما بطبق المعادلة تطلع عن ديقري وفريدا بتساوي ايش واحد ديقري وفريدا فضل هسه يعني بتعريفها انه الانديبندا النبر اللي هي كيف تقول الانديبندا تموشن على الاكسس صح هلاكا كان بالنسبة لللينكس بالنسبة بالنسبة اه بالنسبة 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 او او التعريف الاعاب كنا حكينا البنطبق عليهم كلهم انه كم كوردينيت انا بحاجة اعرف حتى احدد البوزشن وبقية المعطيات الاخرى للميكانيزم فبالتالي حسب التعريف الموجود عندي هون انا اذا بعرف ثيتا 2 لازم اكون عارف اقدر احدد الثيتا 3 واحدد الثيتا 4 هذا المقصود فيه وبالتالي او التعريف الاهم بالنسبة للميكانيزمات هو عبارة عن كم اكشويتر او كم موتر بقدر احط في السيستم يعني مش مش على الحركة يعني باللينكس بتحببني تحرك برضو معاتم حركة كم كوردينيت انا بقدر تحرك عليه وبالتالي هذا الميكانيزم كم كوردينيت بقدر يتحرك بقدر هالي الدور بايش بأوميجا صح أوميجا 2 صح صح لكن تلقائيا بقيتهم ديبندنت وراح نتعلم كيف نحسبهم يعني اصبحت بما انه ديجريز وفريدر بتوعه بتساوي واحد معناته اذا له حركة واحدة على واحدة من اللينكس انا الأوميجا 3 والأوميجا 4 اصبحوا ديبندنت عليها ولازم اكون قادر اني احسبهم وبالتالي هذا له حركة واحدة تمام له حركة واحدة ماشي متفقين تمام دكتور اه وصلت طيب نيجي للميكانيزم الموجود عندي هون وهذا تسموه دلتا لأنه شكل دلتا دلتا تربلت الثلاثي دلتا بيسموه دلتا تربلت كم من ديجي لزي فريدم تمام دكتور هذا بتحركش بتحركش زيرو صح وبالتالي هذا مش ميكانيزم هذا عبر عن ايش بس استركتور بتتذكروا يعمل استاتيكس لما كنت تأخذ ميكانيزم لكنه في وضع ثابت وانت عم تضغط عليه بقوة فالوضع الثابت هذا استركتور هذا مش رحي نتعامل معه لما تكون ديجي لزي زيرو لازم تكون ديجي لزي فريدم اكبر من من صفر لازم تكون واحد على اقل تمام طيب نجعل ميكانيزم الموجود عندي هون هذا كم ديجي لزي بتبعه لما بتحسبه رحي طلع معك ماينس ون اول اشي هل هو استاتيك ولا ميكانيزم استركتور ولا ميكانيزم لا استركتور قلنا لازم يكون ديجي لزي فريدم اكبر من زيرو طيب ليش هذا بالنيجاتيف طبعا نهمناش ولا موضوع البحث لابنان لكن المقصود لما بتشوف بالنيجاتيف هذا يعني انك حتى تقدر تعمل جمع هذور القطع مع بعض لازم تعمل عليهم ايش فورس يعني بسبب أو غيره لازم هذور تحط الفورس تضغط عليهم وبعدين تدخل البرغ الموجود عندي هون فهو بتتلقائيا بصير هذا المقصود بالديجريز فريدم ما لها بالماينوس لكن سواء كانت زيرو أو ماينوس ما بهمنا احنا بهمنا فقط انه ايش بس حبيت تعرف شو معنى ديجريز فريدم زيرو شو معنى ديجريز فريدم بالماينوس اذا انه طرحت قدامك بالتفقيل يا جماعة طيب هون كم ديجريز فريدم صفر صفر لانه بكتب صفر اولا اثنين ثلاث اربعة خمسة بتساوي كم فايف اجي وان بتساوي كم واحد اثنين ستة هلاث اربعة خمسة ستة مزبوطة لك انت ستة وان جيتو بتساوي كم زيرو وبالتالي لما بتحصل بالديجريز فريدم من المعادلة بتطلع معك الديجريز فريدم بتساوي كم زيرو زيرو وهذا منطقي ما بتتحركش لانه هادي اذا بدك تلففها هادي بتبلش شكل مثل دعامة عما لا بتدعمها ممنوع الحركة وبالتالي ما رح تنتبشي معك وبالتالي ديجريز فريدم بتساوي زيرو طيب هذا الميكانيزم كم عدد اللينكس واحد ثلاث اربعة اربعة اصف خمس وعدد الامام كرامك صحيح بس اللينكس الامام خمس والجيتو بتساوي ك ستة عفوا جوان والجيتو بتساوي ك زيرو والتالي ديجريز فريدم بتبعك زيرو الا انه هذا ديجريز فريدم تبعه واحد ليش لانه من نص ريداند هذي ريداند يعني انا الان لو اجيت شوف لو انا اجيت هون شلت هذه الليك بصير فون بار ميكانيزم ببلش يدور معنا ما بقدر اشيلها هذه الليك في الميكانيزم اللي فوق هذه الليك الليك اللي فوق ما بقدر اشيلها لانه بصير طبيعة الحركة تبعه الميكانيزم بصير تختلف وبالتالي هي بشرى ددت لكن هذا بيدور بما ان كل المتساويات الابعاد هذه من هون لهون وهذه من هون يدور قبل ويدور بعد وبالتالي هذي الليك معناها تمالها ريدوند فهمناتوا لازم تشيل هذي الليك قبل محسب وبترجع عندي كم عدد بصير بار ميكانيزم بتساوي كام وان تمام هذا بثار على ريدوندت اللي كنا حكينا عنه قبل نعم بالميكانيزم اللي فوق بقدرش اشيل بالنص لانه بتأثر على طبيعة 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 او الحركة طبيعة الحركة يعني هو كان الاول مش راضي يتحرك وهاي عامل مثل دعم ما عم تخليه يتحرك لما بتشيلها بقولك واحد صور فور بار ميكانيزم انا لا تلاحقني بصير يتحرك معنا تختلف طبيعة الحركة بينما اللي تحت بتقولك انا بدور فيه ولا من غيري انا وقلتي واحد خليني او شيلني ما تتغير طبيعة الميكانيزم ضيف كمان واحدة هون برضو بنفس الشكل تباحهم بنفس الميران الشكل والطول برضو اقول لك انا برضو مش مهم تضيف قل ما بندك انا لا بقدم ولا بأخر انا ممكن اأثر عليك من ناحية الديزاين اما من ناحية حركة ما بأثر فبشيلها تمام كمان برضو الجيرس نيجي على الجيرس الجيرس منطقيا يعني اذا ما تفحص هاي الجون تمعت الجير ثبتها واحدة منهم الاخرى لا بتتحرك لا على الاكس ولا على الواي فقط مندور صح ولا لا ثيتا بسم حلها وبالتالي المفروض انها تكون ايش فول جون لكن لو بتحسبها فول جون عدد ثلاث وعدد ثلاث وعفوا الفول جون وعدد زيرو فلما بتحسب هذي بتطلع الشغلة مش مزبوطة بتطلع معك زيرو بس هذا بيدور بتدور هذي هذي بيدور معها بعكسة هذي بيدور وين المشكلة المشكلة انه لا بتعرف ولا بتعرف ايش انت فعليا لو تكبر هذه الملتقة هون عند الاسنان هذا بيكون في عندي هون غير عفوا بس القلب مش مساعدني على رسمة الاسنان وهذا في عندي ايش غير اخر من الجهة الاخرى وفيه فلما هاي الكنتاكت بويت بتمزلق وبيدور برضه وبالتالي هي عبارة عن معناته فعليا لانه انا رسمها بطريقة هاي خطأ ولازم كل الاسنان موجودة هذا عبارة عن ايش فول جونت ولا هاف جونت هذي هذه فعليا لما بتروح على مستوى الاسنان هي عبارة عن هاف جونت هاف جونت عبارة عن هاف جونت عبارة عن هاف جونت فاذا بتحسبها هاف بصير عندي ال بيساوي ثرين جي تو بتساوي اثنين وجي وان بتساوي واحد فبصير عندي اربعة ناقص اثنين ناقص واحد وان ديجري وفريد بلازمين تروتين تمام بس دكتور العقس جي وان تساوي اثنين يعني يلس اه اعف جل اناقص اطلبت جي وان جي تو كلامك سري شكرا يا اكتل التبين طيب نيجي لشغلة اخرى في كب من هو مش مهم بحل ذاته لكن مرات تتذكر فمهم ان نتعرف كدفينيش ايش المقصود ايزومرز احنا بنحكي عن فنديمنتلز بل فقط عشان نخليك تألف اللغة المحكية في عن الميكانزمات الان الايزومرز ايش مقصود في الايزومرز تتذكروا حي جايه من ايام الكيميا يعني بتكون نظار معينة وشياء مركبات معينة هي بتشبه بعض لكن بتختلف باشي بسيط اللي هو كيف مربوطات الذرات مع بعض وانذكر كان مين للكربون كيف بنربط ان الذرات مع بعض بعطيك بعطيك مادة لها شوية خصاص بتختلف عن المادة الاخرى نفس القصة هون اذا بتطلع على الميكانزم هذا الموجود عندي هون هذا كم لنك ثلاثة أربعة خمشة ستة 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 لنكس كم جونس خلص ستة لنكس ماشي ستة لنكس كم جونس عندهم إذا بدك سبعة سبعة وبالتالي وحاف جونس زيرو والديكريز الفريدة تبعه ك سبعة طاعة واحد ثمانطاش ثمانطاش ناقص أربعة طاعة لا واحد واحد نجي على الميكانزم اللي تحت كم عدد برضو ستة كم عدد جونس جونس سبعة كم عدد جونس زيرو واحد طيب شو اختلف اللي فوق عن اللي تحت بس طريقة 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 فلاحظ في الأعلى كم تيرنري عندي كم لنك تيرنري اثنين اثنين هالي تيرنري وهالي تيرنري هل مربوطين مباشرة ولا في بنات تيرنري لا في بنات ولي تحت كم تيرنري اثنين اثنين مربوطين مباشرة اختلف طريقة الربط الآن اي مي معتوى اذا بربط الميكانزم بطرق مختلفة بتلاحصل على حركات مختلفة ومنسميهم ايزومر يعني اللي تحت ايزومر من اللي فوق نرجع كمان خطوة واحدة كمان اي ميكانزم مكون من ستة لينكس مكون من سبعة جوينت ومكون من تو تيرنري في تو تيرنري في تو تيرنري والتو تيرنري هذول مربوطين عن طريق في لينكس بتوين هذول هذا شو بسمي الميكانزم ايزومر اسمه اسم الميكانزم ستيفنسون ستيفنسون ميكانزم واي ميكانزم في عند ستة وفي له سبعة جوينت ومربوطين مباشرة التيرنري هذا شو بسميه وات وات معناته إذا بجيب لك ميكانزم بالامتحاد وقل لك شو اسم الميكانزم وكان ستة لينكس سبعة جوينت في تو تيرنري مربوطين مباشرة شو اسمه بيكون وات وإذا كانوا في ستة لينكس سبعة جوينت في منهم كله التو تيرنري والتو تيرنري مربوطين عن طريق لينكس شو اسميه ستيفنسون ستيفنسون هذا الميكانزم الموجود عندي هون هذا ستيفنسون ولا وات هذا وات وات هذا وات وهذا الوات شو الفنكشن تبعه بينقل الصندوق أو أي شغلة من مكان لاخر وأنا بتحكم ايش بالزاوية حسب يعني إذا بدي زاوية ثلاثين أربعين خمسين خمسة واربعين بوقفه وبخلي يرجع طبعا بكترول بسيط لهناك ويرجع للمكان في الديا فهو بنقل الصندوق وبلفه بزاوية بحددة حسب الشوط اللي بيقطعه من الميكانزم اللي تحت البايك ستيفنسن ستيفنسن ليش لأنه مربوط بين هاللينك مربوط بين هم وين هم خلينا بس نكبروا شوي يجب يصير اوضح العجل واللينك للطويل التجاريت لاحظ اوكي لاحظ هالي لازم وقفه في مكان معين اوكي خلنا بوق هالي عفونا دكتور شكرا لك عملت حركة ميوت لا انا وصل الصوت الصوت واصل اواصل اواصل طيب اطلع على هادي هي عبارة عن تيرنري وهادي برضو اياش تيرنري لانه هادي في عليها ثلاثي جونز وهادي في عليها اياش ثلاثي جونز هل هم مربطين مباشرة لا لا في بنات في بنات موجودة هون والتالي هادي هو عبارة عن عبارة عن ستيفنسن ميكانيس هاستيفنس ايه هادي الموجودة هون خلنا سألك سؤال هادي هادي الموجودة تحت هاي واط 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 لا هادي ستيفنسن ستيفنسن انه اه اللينك شو اسمه الجوينتس على هادي ستيفنسن ولا واط لا ستيفنسن خليني بس اوصل اللابتاب على الكهرباء بعد ايضا اوك بتكون فكرت هادي ستيفنسن ولا واط واط ستيفنسن ستيفنسن لسا ما بيعي ليش انه واش انه مكتوب ستيفنسن صح لا لانه ما في الانك رابط بين التو تيرنيريز ما فيش غير واحد بس هادي عبارة عن تيرنيري والقراوند كم جوينت موجود فيها تيرنيريز ثلاثة ثلاثة طيب معناته هادي تيرنيري وهادي تيرنيري مربوطين مباشرة او مربوطين عن طريق القراوند او مربوطين او مربوطين صوت رابط والان هسا بنجي عليهم بنحكي عنهم على السريع لكن في اي حال من الحالات في اي لحظة من اللحظات انت بتحكي عن اشي جديد انه انا مثلا اذا عملت كذا هو عبارة عن ميكانيزم جديد بنبحث فيه بصير عنهم ماشي يعني ع سبيل المثال لو بدي اجي انا اربط هاي تبدل مكانة الpoint of interest بدنا سويها جون شو بصير احتمالية ع سبيل المثال اتقل يصير عندي زيرو احنا بطل يتحرك احتمالية مثلا يصير تزيد احتمالية ما تتغير يعني بصير ميكانيزم جديد وانا شو بحكي لك اياه بفي اذا عندك ميكانيزم ارسم لي اياه ونزل لي اياه واسألني عنه وانا بجاوبك تمام يعني مناش نضيع الوقت في اننا نحكي عن ميكانيزم جديد الان نبلش نألف ميكانيزم جديد متفقين يا جماعة على غاية الان ما هتعرفنا الايزومرز الايزومرز هي عبارة عن ايش ميكانيزمات الها ايش الها نفس التركيب بس الى نفس الشكل او نفس الوظيفة بس طرق ميكانيزمات نفس عدد البادز نفس عدد الجوز نفس انواع البادز لكنها مربوطة مع بعضها بطريقة مختلفة حشان نحصل على حركات مختلفة هذه بسميها ايزومرز وبالاضافة الى والكرانك سلايدر ميكانيزم والدبل سلايدر ميكانيزم اتعرفنا على وتعرفنا على ماشي تمام تمام بكتور تمام نيجي الان للي بعد عاني لك بس خلينا بس نشغل مجموعة الثانية ولا توقف هون مريس اليوم دكتور مطور دكتور اولا يعطيك العافية سواء توقفنا هون او لا عندي سؤال اذا سمحت اه تفضل هاي افضل طريقة عفوا من المسأل هو مراد جهاد اسمي هياك الله يا مراد افضل طريقة يا مراد عشان تبطئ الدكتور وتخليه توقف عن اضافة مادة جديدة شو تسوي تسأل سؤال تسأل سؤال لا رسال الله دكتور مش نيتي هيك ابدا يلا انا حكيت السر لزملائك ولاش تحكي انت لهم بعضين تفضل اه سأل يا مراد اه تحسب لي عدد جونس وتحسب لي هاف جونس فول جونس وتحسب لي دكريز وفريدم ده اكثر والاقل زمام شكرا اوكي وبالتالي لو انا مكانك برجع الميكانيز بلات اللي كنا حاطينها لأسبوع الماضي وبكلها بحسب لها دكريز وفريدم واذا عندك شك باي سؤال او هذا نزل لي على الوقت اذا زملائك جوابوك كان بيها بس لما بالوقت اللي انا بدخل لسه بده ايجابة او توضيح بقى بضيف لك علي ووضح ان شاء الله اسألوني يا جماعة شكرا يا بيكتور الله خلي اه دكتور انا عمد السؤال جينان اسألي اه دكتور ما بصير انه يصير الكوز بالوقت المحاضرة مش يوم جمعة لا لا اصبحت طريقة غير مشروعة في ابطاء الدكتور احنا منقدر انا شوف هو لا سببين يعني مش معقول اني اعطيك محاضرة اعطيك يا جينان مادة وامتحنك فيها بعد ساعة يعني انا بعطيك ليش بخليه مثلا عنهاية الاسبوع بعطيك فرصة تدرسي لحكينا وبعدين امتحنك فيه لا يعني لو يصير انه مثلا نمتحن احنا بمادة الاسبوع الماضي يعني بصراحة يوم الجمعة وعالم الشيناري مش سامع وهي الفكرة يا جينان انه يكون يوم الجمعة تدرسي فيها على المشيناري ما فيه ما فيه مواد تانية بالضبط بدك تعرف كيف توزع وقتك بين هاي المواد والمواد الثانية وتاخذي عدد ساعات كافية لا ايش احنا شكنا ما رح نكمل مادة اخرى فس خلينا وقف الريكورد وابلش اخذ اسئلتكم عشان ما يكبر حجم المحاضرة طيب امتالي يا جينان خلينا خلينا هاي خلينا اخذ الغيار وبعدين بدي اطلع بس دقيقة واحدة اوكي جوبتك يا جينان فعذرا اني مش روح اقدر اغير وبالنسبة للي كان بيحكي انه الساعة ثمانية وقت متأخر يا جماعة بعدين احنا كمان هسا بدي يدخل عنها التوقيت الصيفي فهي بترجع بالصير بمحل الساعة سبعة فخلينا نضل على ما نحن عليه دكتور انا سؤال اتفضل اسأل بس على الانترودكشن فيها مشكلة لا لا اسأل بالذكية اتفضل دكتور انا يعني بتخربط بشغلتين اول وحدة لو كان في عندي بس على ارتفاعات مختلفة بحث بواحد ولا يعني بحثوا بجراون يعني مختلف اي اشي ثابت كل الوقت ما بيتحرك اي اشي ثابت كل الوقت ما بيتحرك هو عبارة عن جراون ماشي يعني لو عندك واحد في فوق وواحد تحت وواحد على الجنب وعندك قطعتين مربوطات مع بعض بس اذا هنو الثنتين ما بيتحركوا هم عبارة واحدة بحسبهم واحدة اي اشي ثابت في السيستم تبعي طول الوقت ما بيتحركوا عبارة تمام اي قطعتين مربوطات مع بعض بطريقة بيتحركوا مع بعض هم قطعة واحدة بعدهم فهمنا عليك كيف يعني لو انا اجيب الدسك وحطيت عليه قطعة وحطيت فيه برغيين بحيث انه الدسك ما يدور يظل مربوط مع القطعة يتحركوا مع بعض هاي قطعة واحدة تمام يعني مثلا دكتور في بسلائدات الانترودكشن مثال كان اللفت بلادفورن اه اللفت بلادفورن كان في عنا اثنين ميكانيزم مربوطين مع الجراوند وكان فيه واحدة ومربوطين مع هي اللفت نفسها اللي بالعلى اللي بالعلى الان لا احنا عندنا كهارة الماشين مع الجراوند هي كلها واللي بالاعلى الليفت اللي اعلى احنا اتركناها الان بكوز بسيمتري مش بكوز ما عديد تمام دكتور ودكتور في موضوع تاني اللي هو الريدانت الريدانت هلا حكينا عنها قبل شوي هلا حكينا عنها قبل شوي الريدانت اه دكتور عشان نكون نكون سالب هل بيكون سلايز تبعون الانتردكشن ولا افتح اي سلايز بدك عفوا نحنا هستجاوبتك انا ميكا بسهل هو بالاول الحسان جميل سالت عن جراون مش ياك نعم دكتور اه واضحة الامور يا جميل بالنسبة لجراون تمام طيب وبالنسبة لللفت برضو ارجع عليها مرة ثانية احنا ما شلناها بكوز إنها جراون شلناها بلانها سيمتري من الاعلى وكمال شغلي ثالثي يا جميل ضلا لا تتأخر على المحاضرة ماشي ان شاء الله ان شاء الله اسأل مين كما بدي اسأل دكتور اشاني انو يكون اندك دقريز وفريدم سالب دقريز وفريدم سالب معناته هذا الستركتر حتى ركبوا مع بعضه لازم ادخل عليه فورسس اضغطوا في فورسس اغيري يعني شواء احنا او شكالة معينة عشان يركبوا مع بعض هذا مقصود فيه ولكن هو ما بيهم له هون في المشيناري بحلله كايده استركتر او ديزاين وما يلو دخل هون في المشيناري اي اشي او زيره او اقل مش داخل معي في المادة هون لكن المعنى انه اذا زيره هو بقدر يحرك هاي وحرك هاي وحطهم مع بعض واتدخل فيهم البرغي لكن اذا كان بالنغاتف معناته بسبب التولورنس او اي شي اخر انا لازم اضغط عليهم شوي عشان اركبهم مع بعض دكتور بدي طلع يطلع اه بدي طلع يطلع تمام دكتور بدي طلع نعم اسأل اسأله اه دكتور طالع يا محمد الله سبع دي محمد اذا كارنا بدي اطلع بس يا ريت بس ما تنسانة من الحلول الكوزي الاول اه ماشي ان شاء الله اليوم بصراحة مدبور بكر الصبح ان شاء الله او بكر خلال بكر ان شاء الله بكون المنازل اذا بكر خلال النهار ما نزلش على اول المساء ذكرني ماشي ان شاء الله ان شاء الله الله عم الله عم اه دكتور بالله بدي اسأل بخصوص ستيفنس والستيفنسون والواتس ستيفنسون والواتس ستيفنسون والواتس اه حس اقول نحن دكتور اول اشي لازم يكون عندي ستة لينكس سبعة جوينتس اه اللي هو هو بالدرجة الاولى همشي انه يكون عندي اه عدد اللينكس وعدد اه وعنواحهم تيرنري وطريقة ربطهم اه لاني طريقة الربط اه هي اللي بتحدد اذا كان ستيفنسون واذا كان واتس بس طريقة الربط مختلفناش فيها بس دكتور المفروض تكون موجود بالي اثنين اللي هو واتس وستيفنسون صح نعم لازم يكون هذا فيه هذا فيه إذا واحد منهم فيه اكثر من مش مزبوط إذا فيه واحد منهم كواترنري مش تيرنري برضو مش مزبوط لازم يكون هذول النفس نفس طبيعة هذول لاي لكن طريقة الربط انها بتختلف دكتور ممكن بس بالله نرجع لسلايد رقم 13 محاضرة اليوم سلايد رقم 13 محاضرة اليوم اه ممكن نرجع دقيقة دكتور قبل ما توصل على السلايد جزء سريع اه 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 يعني هي بمتشابهة بس مختلفة بطريقة الربط بس الفنكشن تبحها برضو بختلف يعني صح؟ ايوة ايوة بتحصل على حركات مختلفة يمكن سرعة مختلفة يمكن شغلات مختلفة وبالتالي يعني بتحصل على اشياء بندكية بطريقة انك تغير طريقة الربط وبالتالي بصير عندها اياش يعني على سبيل المثال لو بدي اسألك ميكانيزم كما ايزومر اليوم بس خليني بس الاصل عند السلايدز كما ايزومر اليوم موجود لي اربط ممكن احط مثلا تيرن اربط بدل اللينك اربط تيرن لا ما فيه الا طريقة واحدة انك تكون كلهم ان سيريز وربعة طريقة الربط وبالتالي ما اليوم قال ايزومر واحد تمام؟ الان السيكس بار في ايزومرز كثيرة وبالتالي كلهم حسب وين انو سلايد بدك يا نروح 13 دكتور نعم ترضى الاسأل هذا 12 13 اللي تحتم ايوه دكتور هسا الهو الاخير الرابح لوجع تابرناس ستيفنسون احنا قلنا تابرناس ستيفنسون عشان هاي اللي هو الجونت الثالث بالفوقاني شو اسمه؟ كانت point of interest هذي point of interest مش مرموطة ولا مع ايش طيب دكتور هسا هذا اللينك بظل اعتبره تيرنري؟ هذا اللينك باينري طيب لعا الدكتور هون اشتغل هذا اللينك فعلياً هذا اللينك فعلياً هو بالاصل باينري عبارة عن عليه two joints بس انا لهدف معين انا بحاجة انه مثلاً هذا يعمل له شغلي مثلاً انه مثلاً يضغط شغلي معين او اشي فروح تغير شكله ما تغير شكله ما تغيرشي انا لا ما زال عندي two joints لا اكثر ولا اقل هاي النقطة فهمانها دكتور بس اني قصدي هل بظل اعتبره تيرنري؟ لا هو هذا بالاصل وبازال وبعتبره باينري طيب هاي دكتور انا عندي بصير ببطل عندي two تيرنري بوضن تيرنري اللي هو تحتاني بس صح ولا لا؟ هذا تيرنري صح ولا لا؟ اه طيب والفوقاني مش تيرنري والقراون 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 القراون مش عيني؟ اه القراون يعني واحدة ثانتين ثلاثة وهو التالي عبارة عن هاي ومرغضين عن طريق هايش لينك 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 موجود هون والتالي هو ستيبنسن اذا تطلع علي فوقه لاحظ هاي برضو هاي باينري ولا تيرنري؟ باينري هاي دكتور هاي باينري معانته هاي تيرنري اللي هون وين تيرنري الثانية؟ القراون والتالي هذان البرمطين مباشرة ولا لا؟ لا مباشرة مباشرة هون في هاي المنطق ودكتور الاول الأول هس برضو نفس الاشي صح؟ الاولي الأول هاد باينري بس انه الاثنين وهذا binary لكن هذا تيرنري وهذا تيرنري بس وعشان يوضح لك انه شكل الليك مش مهم يعني هون دكتور بقدر اقول انه يوم يكون عندي الميكانيزم مربوطة بثلاثة بوينت مربوط مع الجراوند بثلاثة بوينت بقدر اعتبر انه البوينت تضول كلهين عبارة عن تيرنري المعنى الجراوند هي عبارة عن تيرنري اذا الجراوند فيها ثلاثة جوتس هم عبارة عن هش تيرنري وابدي اطيل لطريقة توصيلهم مع تيرنري ومع تيرنري الاخرى اللي موجودة في السيستيم وهي بتحدد لي اذا كان ستيفنسن ولا وانس تمام 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 دكتور شكرا دكتور الكرانك سلايدر هي اعتبر ايزومر للفور بار ميكانيزم لا اول اشي بيختلف عنه تماما لانه طبيعة الجوتس بتختلف هون عندي فور ريفليوت هون عندي ثلاثة ريفليوت وحد سلايدر معناته هو مش ايزومر الهم احنا حكينا لازم يكون نفس انواع اللينك نفس انواع كل شيء واحد وله وجوز لكن هون عندي انا هذا بختلف تماما يعني عندي انا جونت هون سلايدنغ هون ما فيهاش سلايدنغ والتالي هو مش مش ايزومر لكن هو بقدر اعتبره اه افكتف ميكانيزم يعني نجيها لبعدين محاضرة جاية افكتف ميكانيزم ونحكي عنها بعدين المرة الجاية تختلف عن قصة الايزومر اوكي؟ اه تمام يسلم اه دكتور نعم اه رح ينزل ملف جديد هومورك مش ايكوز الجمعة الجاي ولا نفس القديم منه نزلت مش نزلت عندك على الهومورك لهذا الشابتر واذا لسه كبان بدي انزل كمان اوكي اللي نزلت نزلت ملف هومورك تو بس فاضي انه ما فيه اشي كيف اه ما فيه اشي هومورك تو نهائيا لا ما فيه من مرة بس نفتح بحكينا انه هذا متاح بعد اه 12 يوم 11 يوم اه متاح بعد 12 يوم اوكي اوكي انا شو اللي سويته انا اه عملت اه للمواد التدريسية والاشي جبتها من الفصل الماضي وعملتها لدنب هون عبدال مظل انا اعمل ابلود 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 فيمكن هو اخذ الديو ديتس الموجودة هناك وحطها هون خليني ارجع لهناك وشيل الديو ديت بصير عندك ايش بصير عندك ايش تقدر تفوت عليه اي وقت بالذكية لانه الفصل الماضي اول هومورك او تو هومورك كان السيستم لسه مش موجود فيه نظام الامتحانات المتعددة واحتبرنا اول تو هومورك داخلات عشان كان له ديو ديت لكن هون احنا من اول الفصل موجود عندنا نظام الاختبار وبالتالي ما فيش داعي نحسب الهوموركات شكرا لانك حكيتلي برجع بشيل عنه الديو ديت وان شاء الله الامور تكون تماما 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 اسأله كمان اه دكتور اتكرا اكترا الله عافيك اه كوز الجمعة هيكون بيهم واك واحد طبعا راح يكون بمحاضرة يوم الاحد ويوم الاثنين الاثلاثة اه اوكي اوكي تماما شباب بسا اه دكتور اسف بسلك على الانترودكشن بس لاني مانسجلت متأخر فاول محاضرتين محسنت احضرهم صدر اه بالريدندنت يعني انا بحكي انه اه لما يكون في عندي مثلا اربع اشكال اه بقدوا نصف الفانكشن والابعاد بناتهم متساوية كما مسافات يعني بحكي انه هاد ريدندنت بحيث لو شدت ثلاث وخليت واحد اه يعني ما في مشكلة هيك يعني دلتك رونه الريدندنت انه باجي باجي على الميكانيزم الموجود عندي هون وبسأل نفسي لو انا هذا اله طبيعة حركة عماله بتحرك صح ولا بيدور لو انا جيت شلت هذه اللينك شلتها بالسيستم شو بصير السيستم هيك وهيك وهيك هل هذا السيستم طبيعة حركته بتختلف عن السيستم هذا الموجود في الاصل بدون القطعة اللي فوق لا ما تختلف ليش هاي القطعة بتدور بهذا الاتجاه وهذا باتجاه وهي وين ما بدها وهي وين ما بدها صح ولا لا اه صحيح صحيح يعني كل واحدة اصبحت على هواها معنى تختلفت طبيعة الحركة معنى هذا مش ريدندنت بينما لو اجيت على سبيل المثال بدي اختار وحدي من هذول مثل الاختار الاولى هاي وشلتها بيظل السيستم عندي بمثل هذه الصورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة